في رحاب جامع مصطفى محمود بالعاصمة المصرية القاهرة أدى جموع المصلين صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة البلمانية المؤتمرية الخضر محمد ناصر العزاني عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي غيبه الموت في أحد المستشفيات المصرية إثر مرض عضال ألم به بحضور جمع من زملائه البلمانين وأعضاء في مجلس الشورى وأقربائه ومحبيه بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة أنا أقول الحمد لله على كل حال وأذا حق الله والوالد الحمد لله أعطى في البلد ما أستطاع أن يعطي وقدر وفي الأخير كلنا راحلوا من هذه الدنيا والحمد لله على كل حال المعزون أشهدوا بالمواقف الوطنية للفقيد العزاني ويسامات الفاعل وجهود الكبيرة في متابعة احتياجات أبناء دائرة الانتخابية وإصلاح ذات البين إلى جانب دوره الوطنية كونه مثل إرادة الشعب عبر بوابة مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية الشيخ الخضر العزاني هو أخسارة كبيرة على البرلمان اليمني وعلى المؤتمر الشعبي العام رحم الله الزميل الأخ الخضر العزاني الذي عرفناه في ميدان العمل البرلماني سنوات طويلة وأيضا عرفناه رياضي متابر فقد رفع اسم اليمن سواء على الساحة البرلمانية أو على الساحة الرياضية أو على الساحة التنموية رحيل الأخ الخضر العزاني رحمه الله خسر البرلمان رجل برلماني مخضرم وخسر المؤتمر رجل مؤتمر صادق لقد كزميلا من أوفاء الرجال في المرلمان رحمة الله عليه والله أن اللسان يعجز عن وصف هذا الشخص نودعوه اليوم وقلوبنا تقطر دمان لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى لا يسعنا إلا أن ندعو له بالرحمة ويعد الفقيد العزاني قياديا مؤتمريا نشطا وملتزما تنظيميا برؤى وتوجهات المؤتمر الشعبي العام المجسد الوسطية والاعتدال والمعبر عن إرادة جماهير الشعب اليمنية باعتبار التنظيم النابع من أوصاد الجماهير والحامل لهمومها وتضلعاتها الخضر العزاني كان نعم الرجل ونعم الأخ والصديق ونعم البرلماني المخضرم ونعم المؤتمرية النبيل لا يسعنا إلا أن نترحم عليه وأن نعزي ذويه وإسراته ولأقول أن اليمن قد خسرت أحد رجالها الأوفية خسرنا رجل دوله فقيد على الجمهورية اليمنية أحد المناظر الكبار الذين قدموا الكثير للوطن في مختلف المراحل سواء في المراحل السياسية والاجتماعية ومختلف المجالات فقيد رحمة الله عليه كان له حضور استثنائي على الساحة الوطنية وفي مجالات متعددة كبرلماني وككيادي شبابي ومن أصحاب الهمة العالية في خدمة الوجتمع كان من البرلمانيين الأوفية للوطن والشعب اليمني والأبناء قبيلته والمواقف عظيمة وجليلة في أوساط الشعب اليمني كامل الفقيد الخضر العزاني من مواريد مديرية الصومعة محافظة البيضاء وأحد أعضاء البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي العام عن دولة البرلمانية 2003-2009 الدائرة 127 بمديرية الصومعة ومرخة بمحافظة البيضاء وعضو لجنة الشباب والرياضة في البرلمان وأحد الشخصيات الاجتماعية البارزة هذا وتم نقل جثماني الفقيد العزاني لتشيعه ومواراته الثراء في العاصمة صنعاء أمين العتيبة اليمن اليوم القاهرة